نظمت الفعاليات الشعبية والشبابية والحركة الإسلامية في عدة محافظات وقفات تضامنية ومسيرات نصرة للمسجد الأقصى المبارك ورفضا لإغلاقه من قبل الاحتلال مزيدنا التفاصيل في التقرير التالي نصرة للمسجد الأقصى انطلقت مسيرات متعددة في محافظات المملكة كان أولها من المسجد الحسيني وسط العاصمة عمان احتجاجا على ما يحصل للمسجد من إغلاق أبوابه أمام المصلين وابتهاجا بالعملية البطولية التي نفذت في باحات المسجد نطالب الحكومة الأردنية بضرورة أن تأخذ واجبها تجاه المسجد الأقصى بما تمثله من حق الولاية والوصايا على هذا المسجد وفي محافظة الطفيلة نظمت الحركة الإسلامية وممثلوا الحراك الشبابي والشعبي وقفة تضامنية للمسجد الأقصى ودعا المشاركون الحكومة الأردنية لممارسة دورها بالضغط على الاحتلال لوقف الاعتداءات على المقدسات الإسلامية المسجد الأقصى أن يكون دورها أقوى من هذا وبيدها أوراق ضغط على الكيان الصهوني أكبر من أن ينددوا وأن يطلبوا قرار إغلاق المسجد الأقصى هذا قرار خطير اتخذ هذه الدولة المصطنعة بدون أن تكيل الأمة العربية والإسلامية أي دور طالب الحكومة بما أنها هي الوصية على هذه المساجد وهي الوصايا الهاشمية بأن تقوم بردع هذه الأعمال وطالب مشاركون بوقفة تضامنية أخرى من محافظة الزرقاء بطرد سفير الاحتلال من عمان تعبيرا عن رفضهم للتصرفات التي يقوم بها الاحتلال في الأقصى وللضغط عليهم لإعادة فتح أبواب المسجد أمام المصلين لو لخصنا المشهد بعدالة فأن حل قضية الأقصى من الجذور لن يتم إلا بزوال الاحتلال اليهودي الغاصب لفلسطين طالب الحكام أن يتحركوا وأن يضغطوا هذا لا يمكن أن يكون في أمة أمة مسلمة ملياري مسلم الآن يقفون ويتفرجون على المسجد الأقصى تخلى العرب تخلى المسلمين تخلى الحكام عن أقصاهم الذي هو مصر رسول الله صلى الله عليه وسلم هو بوابة السماء المشاركون بالوقفة من إربد نددوا بالموقف العربي الرسمي تجاه إغلاق المسجد الأقصى مؤكدين على أن الاستنكار الرسمي لم يعد كافيا في ظل تمادي الاحتلال تجاه المقدسات نسترك هذا الفعل القائم من العدو الصهيوني فقد حررت حلب وحررت الموصل وحررت أغلب المدن ولكن الأقصى ليس له أحد يحرره فمن له الأقصى بعد صلاح الدين في هذا الوقت العصيب المشاركون في كافة الفعاليات عبروا عن فرحهم بالعملية البطولية التي قام بها الشباب في باحات الأقصى بالإضافة إلى رفضهم قرار الاحتلال في إغلاق المسجد الأقصى أمام المصلين ومنع رفع الآذان فيه مؤكدين وقوفهم إلى جانب القضية الفلسطينية والفلسطينيين في صمودهم بوجه طغيان الاحتلال ترجمة نانسي قنقر